يتي هذا فيما أكد مكتب الإعلام بمنظمة الأونروا في قطاع غزة أن المساعدات الإنسانية تدخل بكميات قليلة جدا لا تكفي لمليوني فلسطيني في قطاع غزة وأضف مسؤول الأونروا أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تضع عراقيلة كثيرة أمام دخول المساعدات الإنسانية والطبية والوقود مطالبين بضرورة السماح بتضفق الإمدادات الإغاثية الضرورية لإغاثة المدنيين من ناحية أخرى أشارت المنظمة الأمامية إلى أن نحو 600 ألف طالب حرموا من العام الدراسي لهذا العام نتيجة الحرب الإسرائيلية على القطاع مبينة أن 280 مدرسة كانت تديرها الأونروا لم تعد تقدم خدمة تعليمية لأنها تحولت لمراكز إيواء للفلسطينيين